موسيقى نحن عاودنا هذا الوقف الاحتجاجي على وضع التأخر وهذا التماطل باش ناشترف الحقوق ديال لابخيم كوفيد هذه الوقفات الاحتجاجية مزات إلا بعد مجموعة المحادثة مع الإدارة المركبة مع جميع المسؤولين على هذا الابخيم كوفيد هذه تقربة شهرين باش بدين هذا المحادثات باش نسول الله بخيم كوفيد باش نسول كل مرة تنتعتله تقولون سي منجايا تقصر الورقة الليية تقصر الورقة الفلانفلين كل مرة تنحضر جميع الوسائل اللازيمة باش ندخل هذا المنحف أقرب وقت ولكن حد الآن ما زال هذا التماطل ما عرفناش منه ما عرفناش منه يجاين المشكل كل واحد كل مسؤول ما تعطانش نوال المشكل اللي كي يخلي أن هذا المنح أنها تعطل ومع الأسف كي جبرنا أننا نديروا هذه الخطوات السعيدية بداء بابتداء بهادة الوقافات الاحتجاجية قدرنا واحدة احتجاجية من قبل وعبتنا هذه الوقفة هذا النهار وكان طالبو من المسؤولين أن يشوفوا هذه المشكلة عن قرب ويحلون هذه المشكلة نحن لا نستطيع أن نصل لهم حيث كأطباء لا يعقل أننا كل مرة نجد الخدمات ونجد على وجود هذا البخيم كوفيد كل مرة يجب أن يكون قويسة وكل شيء ونعود نذكر بالطلبات الداخلية ومقيمين كانوا في الصفوف الأمامية في هذا الوباء ولا يعقل أنه المغرب كامل تصرف له المنحة لكوفيد وكان معلمي العلم أنه يتصرف له على دوزيام طرنش نحن لا نستطيع أن نستطيع أن نستطيع الوقافات ونستطيع أن يسمعون هذه النداء ويحلون المشكلة في أقرب وقت إن شاء الله نظر أن هذه الوقفة على حسب المنحة لتخير صرف منحة كوفيد لتقريبا جميع المركز الشفائية الجامعية المغرب كامل تلقى بها لتقريبا جميع المركز الشفائية الجامعية للحسن الثاني وكان ندد أن الإدارة تقريبا سياسة التصويف وخير صرف المنح وصرف المنح الإلزامية والحراسة المتأخرين منذ سنة 2019 هذه المشاكل التي يبقوا متراكمين منها منحة كوفيد وصرف المنح الحراسة والإلزامية مياه كيخليوا أننا مكنش تحفيزات مادية ومعنوية للأطر الصحة نحن مستعدين أن نديروا خطوات سعيدية منها الإضرابات منها البتداء من الأسبوع المقبل إن شاء الله وكان طالبوا الوزير الصحة أنهم يحاولوا يصرعوا في صرف المنح منها منحة كوفيد ومنها منحة الحراسة والإلزامية وشكرا اشتركوا في القناة